أصارت الفنانة جوري بكر والي بتلعب دور وداد في مسلسل جعفر العمدة جدل كبير على السوشيال ميديا وده بعد مشهد زواجها من الفنان منزر ريحانة واللي فاجئ الجميع انها تزواجته دون الطلاق من سيد الشخصية اللي بيجسدها الفنان أحمد فهين وصخر الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من المشهد وفي منهم كتير اللي أبدأ استياءه من الموضوع وتسأله إزاي هي تجوزت طفين الطلاق وشهور العدة وبدأ رواد السوشيال ميديا يوجه تعليقات سلبية للفنانة جوري بكر في البداية تفعلت الفنانة الشابة مع المتابعين وشرقت ردود أفعالهم المتمثلة في بعض المنشورات وعادت نشرها مرة أخرى معبرة عن شكرها وامتنانها ليهم ولكن رجعت جوري ونشرت منشور كتبت فيه فضلا وليس أمرا أرجوكم ده تمثيل أنا عارفة مش أصدقكم بس كفاية سب وقصف وشتايم وحصبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتئم منك وحاجات كتير كأنكم بتدعوها علي صدقوني الكلام ده بيئزيني نفسيا عيب عيب عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احتراما لأهلي وزوجي من فضلك شكرا